وللمزيد من التفاصيل ينضم معنا من واشنطن المحلل السياسي الدكتور حسن هاشميان أهلا بك دكتور حسن ترامب تعهد بأن تدعم الولايات المتحدة المحتجين في واشنطن في الوقت المناسب متى هذا الوقت المناسب؟ ما هي أشكال الدعم الممكنة برأيك؟ طبعا الآن سيد ترامب بدأ ببعض التحركات خاصة في موضوع العقوبات وهي أحد الخيارات الآن هنا في الولايات المتحدة موضوع العقوبات ضد هؤلاء الذين يشاركون في غمع وقتل الناس في داخل إيران من مجموعات الحرص وأيضا من الوزراء المتعلقين بحكومة حسن روحاني هناك ستكون عقوبات أساسية هذه العقوبات ستكون أحد الخيارات ولكن هناك خيارات أخرى بتقدير أهم الخيار الذي سيؤثر على الحراك الشعبي وعلى الثورة العارمة الموجودة الآن في داخل إيران هو أن سيد ترامب يساعد الشعب الإيراني تغنيا في وصول الإنترنت لأن الشعب الإيراني الآن من يقود هذا الشعب أصبح زعيما لهذا الشعب هي شبكات الاجتماعية النظام الإيراني يعرف هذا الموضوع جيدا قام بقطع الإنترنت قام بإغلاق الشبكات الاجتماعية وثم بدأ بإعلام مضاد ضد الناس الذين يشاركون في هذه المظاهرات يعطي عنوين خاطئة وكاذبة تحت أنهم مخربين إرهابيين وما شابه ذلك بتقديري أهم دعم الذي يمكن يقدمه هو وعد بهذا الدعم ولكن بتقديري أهم دعم أن يوصل الإنترنت خارج الشبكات المحلية لاتصالات إذا وصلت هذه الغضية للشعب الإيراني أنا أعتقد أن النظام الولي الفقش سينتهي لكن هناك من يقول بأنه على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى باقي دول العالم أن تكف عن الحديث بهذه الطريقة لأن ذلك يعطي تأييدا للدعاءات النظام الإيراني بأن هذه المظاهرات هذه الاحتجاجات هي مدعومة من الخارج وبالتالي الأمر يعني المزيد من القمع والمزيد من القتل والدماء يعني هذا ما يقول النظام الإيراني وأبباق النظام الإيراني النظام الإيراني هو المجرم الأساسي في هذه الساحة يحاول أن يغطي على الجريمة هناك لديه فضايات وأعلام تساعده في التقطية على الجريمة وهناك توجيه اتهامات إلى الشعب الإيراني بأنهم جاءوا من الخارج أو مدعومين من الخارج وأعطاه أخبار كاذبة مثلا قالوا في مدينة بوروجرد أعتقلوا شخص يحمل جنسية أوروبية بعدين تبين أن هذا الشخص هو من أهالي المدينة وفترة غصيرة عاشة في دولة أوروبية وقالوا أن هذا شخص جاي من الخارج ودولة أوروبية وكبروها وعظموها حتى يستغلوها سياسيا ويقولون أن من يغود هذه المظاهرات هما جماعات مرتبطة بالخارج طيب يعني حسب هذا السيناريو سيناريو النظام الإيراني عندما يبدأ بقمع المحتجين ثم القتل ثم تسيير مظاهرات مؤيدة للنظام هل نحن برأيك أمام سيناريو شبيه إلى حد ما بما حدث في سوريا وإلى أين تتجه الأوضاع الآن برأيك أولا أريد أشير إلى نقطة جدا مهمة حول المظاهرات التي سيرها النظام انطلقت لصالح الحكومة وهي مظاهرات حكومية النظام الإيراني لا يستطيع يوميا يخرج هذه المظاهرات هذه المظاهرات الحكومية تحتاج إلى تعبة في الإدارات تحتاج إلى تعبة في المدارس وهناك حافلات موجودة وهناك تنظيم موجود وجماعات موجودة أمال تبذل في هذا الطريق ثم يوم من الأيام نشهد أن خرجوا جماعة يتظاهرون لصالح الحكومة النظام الإيراني هو يعرف جيدا أن ليس بإمكانه يستطيع يوميا يخرج بهذه المظاهرات ضد الشعب الإيراني ولكن المظاهرات الحقيقية المظاهرات الشعبية التي لا تحتاج إلى مثلا حافلات أو إدارات أو مدارس هي التي ستستمر نعم شكرا لك هي العفوية الموجودة في الشارع هي التي الآن تسود في الشارع هذه الحركة هي حركة طبيعية الحركة الغير طبيعية هي مظاهرات النظام لذلك السيناريو الجديد وما قاله محمد باختصار إذا كان من إضافة ما قاله محمد علي جعفري أن السيناريو الجديد إيران والنظام الملالي يزيد من العنف وأعتقد الشعب الإيراني أيضا يتخذ نفس الطريقة ليتخذها النظام الملالي كما رأينا في أزربيجان وفي سغز في كوردستان هناك سغطوا شكرا لك من الغوات الأمنية شكرا لك المحلل السياسي الدكتور حسن هاشميان حدثتنا عبر الأقمار الصناعية من واشنطن شكرا لك